موسيقى مستويات الشعب العراقي والشعب العربي كاظم اسماعي لقاطر اللي تربينا على قصايدة كاظم اسماعي لقاطر اللي يلطاني الفراسة وجرأت امتطاء صهوة المنصة كاظم اسماعي لقاطر اللي كنا نخاف مني يمشي كاظم اسماعي لقاطر اللي كنا نتعلم مني يتكلم كاظم اسماعي لقاطر يستحق كل ما قلته لكن حتى في محور هذا حديثنا كاظم اسماعي القاطع الراحل كاظم اسماعي القاطع قد يكون أغلب شعراء العراق تأثروا بالراحل كاظم اسماعي القاطع وبقصائدة جميلة وبدواوينه وقراء دواوينه وقراء وقصائدة فلذلك أنت محب وعاشق لكاظم قد يكون خصوصية إليك يعني حتى أنا استمنتحدثت قلت يجوز لأن الراحل يحب قصيدة أم سواني أقلب بالجروح الغافية من العام هذا ش يعني لك هذا بغاية الفخر أنا أكون جريدة كان يكتب بيها الله يرحمه أستاذ كاظم اسماعي القاطع اسمها الزمان تفاجأت يعني أنت تخيل يعني فارس أحلامك تجي تلقى كاتب عمود كامل بيك يعني شنو هذا الإحساس فإحساس اقتلع جذوري يعني أم سواني أقلب بالجروح الغافية من العام أم سواني أقلب بالجروح الغافية من العام شواني يحبها يحبها وقال تمنيت أنا كاتبها بشهادة جمهور البصرة كان الحديث مصغر جلسة خاصة نقلوني بعد المهرجان كانوا بالفندق فقال أول قصيدة حفظتها لهذا الجيل قصيدة يوسف حسن نتبار الزمم بالقصيدة التي تمنيتها نكاتبها قصيدة على الفريداو اللي هي أم سواني أقلب بالجروح الغافية ما تصدق الحجة هذا مني وصل لك شنو يكون شعورك في ذاك الزمن هاي قالها وين بيام الحافظة؟ بالبصرة بالبصرة هذا الكلام إذا يدل يدل على عملاق يعرف ش يزرع الباطر الله والأمانة شوية أسريه حتى العاقب من وقتك مو فقط بيه كتب كاظم إسماعي القاطر كتب بيه كتب جبار رشيد كتب عن ميثم فالح كتب عن فاضل كريم أشاد بنائل المظفر وقال نائل المظفر يعادل كذا عمود بالشعر الشعب مدرسة مدرسة ونص بما تحمل الكلمة أنا شنو أفهم من كلمة مدرسة بدون فلسفة زايدة المدرسة اللي تعلم منها إحنا تشلنا نروح وإحنا طفال حتى نتعلم مني لخير حساب عرب حتى نتعلم أنا تعلمت من كاظم إسماعي القاطع شلون أفهم السوري قصيدتي وفهم المصر قصيدتي وفهم المغرب قصيدتي من كاظم إسماعي اللي تعلمت الرحمة والخلود لراحل كاظم إسماعي القاطع والتحية الأهلاء وذوئين